في روسيا وتحديدا في العاصمة موسكو طلاب مبتعثون بحقوق متأخرة ومشاكل متكررة مقابل تجاهل حكومي وفراغ دبلوماسي مشهد يعكس بوضوح حالة العجز التي تعيشها الحكومة الشرعية حتى خارج حدود الجغرافية المسلوبة هذا الطابور الطويل لطلاب يطالبون بمستحقاتهم المالية لم يتمكنوا حتى من الاعتصام داخل سفارة بلادهم فبوابتها مغلقة منذ أربعة أشهر بقرار غير مبرر من القائم بأعمال السفير هناك لم يكن قرار إغلاق السفارة المستمر حتى الآن التجاوز الأول ولا الأخير للقائم بالأعمال عبدالله الأكوع فمجموعة من الطلاب ما زالوا محرومين من مستحقاتهم التي سلمت مسبقا لزملائهم وتم استثناؤهم منها بقرار تعسفي بحجة تنظيمهم للاحتصامات بالإضافة لاستدعاء القائم بالأعمال اليوم قوات مكافحة الشغب الروسية لطرد ثلاثة طلاب استطاعوا دخول مبنى السفارة مستغلين خروج أحد الموظفين لاستكمال معاملاتهم حالة فوضى وعشوائية تبعث على العديد من التساؤلات عن الدور الغائب لوزارة الخارجية والحكومة خاصة بعد مرور نصف شهر على إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتعيين أحمد سالم الوحيشي سفيرا للبلاد في روسيا إلا أنه حتى اللحظة لا أثر لذلك القرار على أرض الواقع فلا السفير وصل ولا السفارة فتحت ولا حتى الحكومة اهتمت ترجمة نانسي قنقر